بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتكم. ان شاء الله ده هنتكلم فيه على الجزء التاني من الكورس بتاعنا يتكلمنا في الجزء اللي فات عن التحاليل الخاصة أو التحاليل الخاصة به الدم. اما في الفيديو ده هنتكلم فيه ان شاء الله على أو بنقدر نقول عليها الروتين تست. ودي التستات اللي ممكن الشخص آآ يعملها حتى لو ما كانش مريض. آآ لو حابب يعمل آآ على آآ نفسه مسلا كل ستة شهور او كل سنة. او كان المريض دوت آآ او كان الشخص دوت مريض. وبالتالي ممكن يكون التحليل او التحليل ديت ممكن يعملها كل تلات شهور او كل ستة شهور. طيب التحليل دي بتشمل ايه? بتشمل الالكترولايتس بي ايس آآ الالكترولايتس الموجودة في الجسم بتاعه. النسب بتاعتها. الجلوكوز نسبة السكر في الدم. اللي هي نسبة الدهون الموجودة في الدم. والليفر فانكشن تست او وظائف الكبد والرينا الفانكشن تست وظائف الكلا واليوريك اس. دول الكومن تست اللي الشخص بيعملهم في الروتين بتاعت التحليل. نبدأ بقى مع بعض اول حاجة الالكترولايت ريفرنس. هنتكلم عن خمسة الكترولايت. السوديوم البوتاسيوم الكولورايد والكالسيوم اند الماغنيسيوم. نبدأ باول حاجة معانا وهو السوديوم. السوديوم طبعا احنا عارفين يعتبر من اهم المعادن او من اهم الالكترولايتس الموجودة في الجسم. آآ وده بيحافز على او بيعم للاموت بتاعت البادي فلويد. وليه في النيرف فانكشن والمسل فانكشن. طبعا في النيرف فانكشن عن طريق اللي هو في عملية التوصيل الاشارات العصبية. عن طريق اللي هي موضوع البيوتينشال والديبولارزيشن والريبولارزيشن. ايضا في المسل فانكشن في عملية بتاعت الايه بتاعت العضلات. وايضا لدور مهم جدا في الكنترولينج للبلاد بريجر عن طريق املية السوديوم وطريق ابزوربشن اللي بتحصل في الكتني. ده كده الفانكشن بتاعت السوديوم. طيب الريفرنس بتاعته قد ايه? عندنا الريفرنس بتاعته في السيرم او في الدم وفي اليورين. في السيرم بتبقى من 134 ل 142 ميلي اكويفلانت بير ليتر. اما في اليورين لو المريض هيعملها راندم يورين سامبل هتبقى 20 ميلي اكويفلانت بير ليتر. لكن لو هيعمل التست اللي هو 24 اوارز يورين سامبل هيبقى 40 ل 220 ميلي اكويفلانت بير ليتر. ده كده بتاع السوديوم. طيب اي نقصام او 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 نسبة السوديوم دي لو قلت عن الطبيعي بنسمي الحالة دي اسمها ايه? هايبو نتريميا. اما لو زادت عن الطبيعي بنسميها هايبر نتريميا. طيب الهايبو نتريميا دي ممكن يكون اسبابها ايه? ممكن يكون اسبابها المريض ده عنده دايرية او اه فوميتنج لونج ترم فوميتنج او اكسس اه او ممكن يكون المريض ده استخدم اه بيستخدم ادوية زي الديوريتيكز زي اللي هما اللوب ديوريتيك زي اللي هو الفروزيمايد او اللازكس. وممكن يكون زي بردو السايزايز الادوية اللي هي السايزايز. دول كلهم ديوريتيك بيزودوا السكريشن او الاكسكريشن بتاع السوديوم من الايه? من الجسم. اه ممكن يكون اتيه كيدني ديزيز الكلا اه فيها مشكلة وبالتالي اه بيحصل السوديوم ما بيحصلوش رئيبزوربشن تاني. ممكن يكون مشكلة في الهورمونز زي هورمون الكورتيزول اه نقص في هورمون الكورتيزول او هورمون الالدوستيرون والمرض ده بنسميه الاديسون ديزيز. اه ايضا من الحاجات اللي ممكن تعمل هيبو نتريميا او اه نقص فيه اه نسبة السوديوم في الدم هي الاديمة. اللي هي التورم اللي احنا بنقول عليها ان الجسم بيبقى اه شايل مية زيادة. وهو وده ممكن يكون سببه اه هارت فلير او اه ممكن يكون سروزيز او ممكن يكون برضو كيدني ديزيز نسبة المية عملت زيد في الدم في الجسم. وبالتالي السوديوم نسبته بتبقى ايه? نسبته بتبقى قليلة. وده بنسميه يبقى دي ده بنسبة ايه لنقصان النسبة السوديوم او الهايبو نتريمي. اما بقى لو كانت نسبة السوديوم عالية بنسميها الهايبر نتريمي. وده بيكون اه عادة سببه اه دي هيدريشن ان المريض دوت اه عنده اه جفاف اللي هو فقط كمية كبيرة من المية. او ان المريض دوت اه بياخد نسبة الملح اللي بياخدها اه عن طريق الاكل مسلا بتبقى عالية جدا وكمية المية اللي بيبقى واخدها بتبقى ايه? بتبقى قليلة. ممكن برضو نتيجة كاشينج سندروم ان النسبة الكورتيزول الهرموني الكورتيزول دوت بيبقى عالي او دايبيتك انسيبتس. وديبيتس اه دايبيتس انسيبتس ده المقصود بي ان فيه هرمون في الجسم اسمه الانتي ديروتك هرمون ده بيبقى مسؤول ان هو بيحفظ المية من ان هي يحصل لها اكسكريشن في الايه? في الاا اليورين. فلما بيحصل ان دايبيتس انسيبتس ده الانتي ديروتك هرمون ده بيبقى قليل. وبالتالي وبالتالي بيحصل اكسكريشن بزيادة للووتر وبالتالي بيحصل ايه? بيحصل المعادن او الالكترولايز بتبقى زيادة منها منها السوديوم ومنها ايه البوتاسيوم. برضو الايه السوديوم بنسبته بتاعها في الدم وبالتالي بيحصل ما يسمى بالاي? بالهايبر نتريميا. يبقى انا كده لما شوف تحاليل فيها نسبة السوديوم ولايه لبزيادة بنقول عليها الهايبو نتريميا وبعارف ايه هي الاسباب اللي ممكن تكون وراء انخفاض نسبة السوديوم ديت. ولو لقيتها عالية ده بنسميه الهايبر نتريميا عشان المستلح ده ممكن تبقى تلاقيه في بتاع التحليل. اه وفي الحالة دي ابقى عارف ايه هي الامراض او ايه هي المشاكل اللي ممكن المريض يكون اه ادت الى هذا لايه ارتفاع في نسبة السوديوم ده كده بالنسبة للااا اا اا الاكترولايات معانا هو السوديوم. نتنال بعد كده الاكترولايات التاني وهو البوتاسيوم. والبوتاسيوم برضو بيلعب دور مهمة جدا في اا جسم الانسان وخصوصا في النرف والمسل والسيل ميتابوليزم. برضو في عملية النقل للاشهارات العصبية وعملية التونستي بتاعت الايه بتاعة العضلات وحركة العضلات. الريفرنس رينج بتاع البوتاسيوم في السيروم بيتراوح ما بين ثلاثة لخمسة ميلي اكويفلانت بير ليتر. اما في اليورن ما بين عشرين لأربعين ميلي اكويفلانت بير ليتر. ده بالنسبة للسيروم وده بالنسبة لليورن. طيب زيادة البوتاسيوم في الدم بنسميها ايه? نقصان البلاد بوتاسيوم في الجسم بنسميها ايه? اه معلش بس هنا فيه غلطة في الكلمة دي المفهول هنا هيبو كاليمة. طب احنا عارفين هيبقى وليل وهايبر يبقى آآ عالي. طيب الهايبر كاليمية بقى او ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم. دي بقى اسبابها ايه? ممكن يكون اسبابها ان الكدني. آآ الكدني مش قادرة تعمل اكسيكريشن لي البوتاسيوم وبالتالي بيحصل اكيموليشن ليها وبيحصل هايبر كاليمية. ممكن يكون نتيجة اديسون ديزيز اللي هو نقص فيه الالدوستيرون آآ هرمون. آآ ممكن يكون نتيجة امفكشن آآ الديابيتس برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل هايبر آآ كاليمية او اديه هيدريشن. المية في الجسم بتبعوا عليها نتيجة فقدان وكمية كبيرة من المية. او بعض الادوية. والادوية ديت بتم امين لي اكتر آآ او كومن ان هي بتزهر موضوع الهايبر كلمة دي مع ادوية زي مين الادوية ديت? اللي هي الادوية انت المسكنات زي البروفين والكاتفلام والحاجات دي. دي كلو في نكس. اللي هي زي الكابتوبريل والانالوبريل والزينوبريل. آآ البيتابلوكر زي البروفينالول والاتينولول. اللي هي الادوية اللي بتعالج الضغط آآ عن طريرها بتعمل الاحتباس للبوتاسيوم. زي الاسفيرينولاكتون والتراياميترين. الادوية دي كلها بتعمل هايبر كاليميا وتعتبر او ادفيرس درج راكشن من الايه من آآ الدوة ده. طيب بالنسبة لهايبو كاليميا بقى ممكن يكون اسبابها ايه? ممكن فوميتينج او ممكن يكون اسبابها ان نسباته عالية وبالتالي بيعمل هيه بيعمل آآ كاليميا ديت. آآ في بعض الادوية ايضا من يبقى البراستامول منو بتعملي ممكن تعملي كاليميا. لكن الادوية التانية زي والبيتابلوكر والبوتاسيوم هي اللي ممكن تعمل كاليمين. دول ممكن بيعملولي هايبو كاليميا وايضا بيعمله هايبو نتريم يعني هو بيعمل إكسكريشن لمعادن كده الإلكترولايتس كتير زي السوديوم وزي الإيه وزي البوتاسيوم ده كده بالنسبة لإحنا فهمنا إيه الفانكشن بتاعته الريفرانس رينج الهايبر كاليميا ممكن يكون أسبابها إيه الهايبو كاليميا ممكن يكون أسبابها إيه طيب بالنسبة لإلكترولايت اللي بعده اللي هو الكلورايت الكلورايت برضو من الإلكترولايتس المهمة اللي بتشتغل مع أزر الإلكترولايتس يعني دائما هنلاقي إيه مثلاً الكولورايت ده مع السوديوم والسوديوم كولورايت مع البوتاسيوم كولورايت فدايما هتلاقيه مريج مع إلكترولايتس تانية زي السوديوم والبوتاسيوم وده بيعمل في البادي وبيحافظ على المقصود بيها البيئة بتاع الدم ونسبة الكربون دونكسايد ونسبة البايكاربول في الدم الرفرنس ريج بتاع بتراوح من 98 ل 108 ميلي إكويفلنت بير دي سي ليتر زيادة أو نقصان الكولورايت بنسميه إيه في الدم بنسميه هايبو كولريميا لكن لو زاد بنسميه هايبر كولريميا طيب إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إيه لأن الكولورايت يقل فيه الدم ممكن يكون نتيجة برضو هايبو نتريميا زي ما قلنا إنه بيقوم رتابط بالسوديوم فلو السوديوم قل هتلاقي كولورايت برضو إيه أقل معي بهايبو نتريميا ممكن تعمل هايبو كولريميا دي برضو من حاجات ممكن تعمل هايبو نتريميا وبالتالي الكولورايت برضو بيقل ممكن أديسون ديزيز برضو الألدوستيرون وبقي كده الألدوستيرون زي ما شوفنا بيأثر على الثلاثة إيه اللي هم السوديوم والبوتاسيوم والكولورايت الإنفيزيما وده من الأمراض اللي بتصيب اللونج ممكن برضو كورونج لونج ديزيز زي او اه الميتابوليك الكالوسيز وده معناه ان الكربون ديوكسير بيبقى نسبته ايه؟ بتبقى نسبته عالية والبيكارب بتبقى نسبته قليلة برضو الكولورايت برضو من الحاجات اللي بتمسك في البيكارب وبالتالي لما الميتابوليك الكالوسيز يعني البيكارب يبقى قليل ده الكولورايت نسبته هتبقى ايه قليلة طيب لو كان الكولورايت بقى اه في نسبته قليلة في اليورين ده برضو ممكن يكون المريض ده عنده ما الابزوربشن عنده ديرية او عنده اللي هو نسبة الكورتيزون بتبقى عالية. طيب في حالة ان كان نسبة الكولورايد عالية. ده اللي هي بنقول عليا ايه? هيبر كولورامي. وده بقى ممكن يكون سببه ده هيدريشن برضو نقص اه ميا من الجسم. هيبر نيتريميا السوديوم عالي نتيجة مسلا كاشنج سندروم او نتيجة كيدنزيز. بالتالي طالما السوديوم عالي يبقى ممكن يصاحبه كولورايد ايه؟ هيبقى عالي. الميتابوليك اسيدوزيز ودي بيبقى فيها البيكاربون بيبقى ععلى شوية وبالتالي الكولورايد بيبقى عالي او ان فيه ريسبيراتور الكولورايد ونسبة الكاربون ديكوسب بتبقى ايه قليلة جدا يبقى ايزا في حالة دي ممكن الكولورايد يبقى عالي اليورين في الكولورايد فيه اليورين برضو لو كان عالي ده معناه ان فيه ده هيدريشن او هاي سولت ايه انتيك وده برضو انديكيشن معايا ان الكولورايد موجود فيه لو موجود في اليورين ان ده فيه عنده هايبر كولورايد بقى ده كده المعلومات او الداتا الخاصة بالكولورايد عرفنا الفنكشن بتاعه الريفرانس رينج لو عالي بنسميها الهايبر كولورايد وإيه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي ليه ولو قال لي بنسميه الهايبو كولورايد وإيه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي ليه نتنقل بعد كده لإلكترايز الثاني وده يعتبر من أهم الإلكترايز موجودة في جسم الإنسان هو الكالسين والكالسين ده بيلعب دور مهم جدا في النرف والمسلز برضو في النرف في عمليات الـ Nerv Stimulus أو إشارات العصبية انتقال الإشارات العصبية برضو في المسل لي دور في عمليات التركشن بتاعت العضلات والهارت فانكشن لي دور مهم جدا في عضلات القلب، إنقباض عضلات القلب وتكوين طبعا العضم والأسنان وتكوين الـ Blood Cloth Formation لي دور مهم في تكوين الـ Coagulation Factor طيب الـ Reference Range بتاعه بيتراوح من 8 إلى 10 ميلي إكويفلنت قبل ما نبدأ بس في تفاصيل بتاعت الكالسيوم، حابب ناخد كده سريعا الرسمة دي الرسمة دي بيتمثل إيه؟ بيتمثل الكالسيوم هوميوستيز، يعني إيه هوميوستيزيز؟ هوميوستيزي المقصود بيها توازن نسبة الكالسيوم في الدم، يعني لو نسبة الكالسيوم زادت لأي سبب من الأسباب في الدم، دم الجسم بيعمل كومبنساتري ميكانيزم كده بحيث إن هو يرجع لي نسبة الكالسيوم دي لـ Normal Level. لو الكالسيوم قل برضو، الجسم بيعمل كومبنساتري ميكانيزم بحيث إن هو يرجع لي الكالسيوم ده إلى الـ Normal Level ودي بنسميه هوميوستيزيز، بنسميه هنا بقى في الحالة دي كالسيوم هوميوستيزيز، طيب زي ما إحنا قلنا الـ Normal Level بتاعنا من 8 إلى 10، لو حصل تعالوا بقى نركز معنا في الرسمة دي، هنا الجزء اللي فيه ده هنتكلم فيه عن Increasing Calcium، الجزء اللي تحت ده هنتكلم عن فيه عن Decreasing Calcium Level. طيب، لو حصل لأي سوء من الأسباب، سيادة في الكالسيوم إيه اللي بيحصل؟ عندي فيه جلاند اسمها السيروت جلاند، اللي هي الغدة الدركية. دي بتفرز حكتين، بتفرز السيروكسين، وده ملناش ده عبيد دلوقتي، وبتفرز هرمون تاني اسمه كالسيتونين، الكالسيتونين ده بيعمل إيه؟ بيعمل حكتين. الكالسيتونين دوت لما بيطلع بيشتغل في مكانين، المكان الأولاني في العضم، والمكان الثاني في الكالسيتونين، في العضم بيعمل إيه؟ بيعمل Inhibition للأستيوكلاست، والأستيوكلاست، العملية الأستيوكلاست دي مقصود بها إيه؟ مقصود بها إن الكالسيتونين بيخرج من العضم للدم. في الحالة دي، الكالسيتونين لما بيفرز بيوقف هذه العملية إذن هيقلل إفراز الكالسيوم من العضم. طيب، المكان الثاني الكدني، في الطبيعي الكدني بتعمل Reabsorption للكالسيوم عشان يرجع يخش تاني لإيه؟ للجسم ويستفيد منه. في حالة إن الكالسيتونين دوت أفرز، هيحصل إن عملية الريابابسوربشن بتاعت الكدني دي للكالسيوم هتقل، وبالتالي كده أنا وقفت إفراز الكالسيوم من العضم، وقفت الريابابسوربشن بتاع الكالسيوم الكدني، فحصل إن الكالسيوم رجع للنورمال ليفل إيه بتاعه. طيب، في حالة بقى ديكريس في الكالسيوم ليفل لأي سبب من الأسباب، بيحصل استيموليشن لجلاند تانية اسمها الباراسايرويد جلاند. الباراسايرويد جلاند ديت بيسموها الغده جاري الدركية، ودي بتبقى عبارة عن أربع غده صغيرين بيبقوا حوالين الغده الدركية. دي بتفرز هرمون اسمه الباراسايرويد هرمون، بيشتغل فيه تلات مناطق، بيشتغل على العضم، بيعمل عملية الاستيوكلاست، يعني بيخلي العضم يفرز الكالسيوم، بيخلي العضم يفرز ايه؟ يفرز الكالسيوم، دي بنسميها الاستيوكلاست، بتفرز الايه؟ بتفرز الكالسيوم. المكان التاني اللي بتشتغل عليه الكدني، بتزود الريابزوربشن بتاع الكالسيوم من الايه؟ من اليورين. وبكده احنا عملنا ايه؟ زودنا الكالسيوم من العضم، وزودنا الكالسيوم او الريابزوربشن بتاع الكالسيوم من الكلا. الحاجة الثالثة انه هو بيشتغل على الفيتامين دي بيحصل استيميوليشن للفيتامين دي للريليز اللي هو ليه دور مهم جدا في زيادة الابزوربشن بتاعة الكالسيوم من الاي من السمول انتس الاكل اللي الشخص بيحكده الابزوربشن بتاع الكالسيوم بيزيد في وجود الفيتامين دي بيكده حصل ثلاث حاجات الدولي الزيادة الكالسيوم يروح مرجع علي الاي الكالسيوم للنورمال دي العملية الطبيعية اللي بتحصل في جسم البني ادم لما يحصل زيادة للكالسيوم او نقصان للكالسيوم احنا كده تكلمنا على ثلاث حاجات نخلي بالنا منهم ليهم علاقة بالكالسيوم الكالسيتونين الباراسايرويد هيرمون والفيتامين دي طيب نرجع بقى ليه السلايد بتاعتنا قلنا الريفرنس رينج من 18 ميلي اكوفرين بيرليتر في حالة بقى ان الكالسيوم قل يعني حصل هايبو كالسيميا وبالأسباب اللي ممكن تؤدي اللي الكالسيوم بيقل ان يحصل ان البلوت بروتين اللي هي زي الالبيومين بيبقى قليل وده بيبقى ممكن يكون نتيجة ليفور ديزيز والكالسيوم دوت بيبقى دايما بيبقى مرتبط بهزا الالبيومين ككارير اللي فيه الدم النتيجة برضو ممكن مالنترشن او ممكن نتيجة الكوحوليزم المريض دوت مضمن على الكوحوليات طيب هايبر باراسايروديزم الهايبر باراسايروديزم معناها ايه؟ معناها ان الجسم او البراسايرويد هرمون ديت بتطلع سوري هايبو باراسايروديزم ان معناها ان البراسايرويد هرمون ايه قولي وإحنا قلنا في السلايد اللي فاتت إيه إن البراسيريد هرمون بيعمل إيه بيزود لي الكالسيم فلما البراسيريد هرمون يبقى قليل ده معناه إن إيه الكالسيم هي إيه هيبقى قليل يعني هيحصل هايبوكالسيم ممكن يكون فيه يكون مثلا تيجي التروما ممكن يكون تيجي تحاجة وراسية ممكن يكون نتيجة أيضا النقص الكالسيم ده ممكن يكون نتيجة نقصه في الدايت يعني الشخص ما بيخدش كالسيوم عن طريق الاكل بطريقة كويسة او الفيتامين دي اولي apprentice لعندو وبالتالي مفييش absorption الكالسيوم قدى الى نقصان الكالسيوم اه ممكن برضو يكون increase the level of phosphorus برضو من الحاجات اللازم نعرفها وليه علاقة بالكالسيوم الفوسفرس الكالسيوم والفسفرس لهم نسبة سبتة في الدم او لهم balance معين في الدم لما بيزيدوا الفوسفرس بيبقى عاكس الكالسيوم الفوسفرس بيزيد ناتيجة ان الكالسيوم بيبقى قليل فلدايماً الفوسفرس A عكس الكالسيوم زيادة نسبة الفوسفرس هتؤدي إلى نقصان كنسبة A نقصان نسبة الكالسيوم فأنا كده إذن أستنتج من كده أنه عندي أربع حاجات ليهم علاقة بالكالسيوم أول حاجة الفيتامين D بيزود الابزوربشن بتاع الكالسيوم البقرة سيريدو هرمون بيزود الاكسكريشن بتاع الكالسيوم الفوسفرس يقلل الكالسيوم الكالسيوتنين يقلل A يقلل الكالسيوم ممكن يكون بردو سببها بنكريتايتس أو رينا الفاليا بتؤدي إلى انخفاض في نسبة الكالسيوم في الدم طيب الزيادة بقى لو نسبة الكالسيوم زادت في الدم بنسميها هايبر كالسيم ودي بتبقى عادةً بقى هنا هايبر براسيروديزم نتيجة بقى انتيومر أو نتيجة مشكلة في البرسيرويد هرمون بتطلع براسيرويدهم من بالزيادة وبالتالي بتخلي العظم يطلع كالسيوم بالزيادة وطبعاً ده بيؤدي إلى فترات طويلة طبعاً يلها شاشة العظم ممكن يكون نتيجة كانسر آآ في البون آآ ممكن آآ كانسر قدى إلى زيادة البيتي اتش زي ما قولنا بيقولك برضو الليس كومان انه ممكن الهايبر كالسيم ده يكون آآ يعني المريض ده ما بتحركش كتير أو عنده فيتامين دي بنسبة كبيرة آآ أو المريض ده ماشي على السيزايد أو كدني ترانس بلانت حصل زراعة كلا أو مرض طبعاً إميونو ديفيشنسي زي الـ HIV أو الـ AIDS طيب آآ الكالسيم بقى لو كان نسبته في اليورين آآ عالية بنسميها هايبر كالسي يوريا وده ممكن يكون سببه تكوين كريستالز أو تكوين ستونز جوه الإيه جوه الكتن بيبقى الكالسيوم لو موجود في اليورين ده معنى ان فيه ستون في الإيه بيعنى ستون في الكتن ده كده آآ الجزء الخاص بيه الكالسيوم عرفنا الفنكشن بتاعته الـ reference range الهايبو كالسيمي يعني إيه والهايبر كالسيمي يعني إيه والأربع حاجات الأساسيين اللي هم علاقة بالكالسيوم اللي هو البرسايريد هرمون الفيتامين دي الكالسيتونين والفوسفرس وعرفنا الكالسيوم هوميوستيزيز عبارة عن ايه طيب نتكلم بعد كده على الكترولايات التانية اسمه الفوسفرس الفوسفرس من الإلكترولايات المهمة جدا اللي هي الـ energy production المسل والنيرف فنكشن برضو في عمليات النيرف والكونتركشن بتاعت العضلات في البون جروس ايضا وبيلعب رول مهم جدا في عمليات البفارينج وبيحافز على الـ body acid base balance الـ reference range بتاعته من اثنين لأربعة ميلي جرام بير ليتر ونقصان بقى النسبة الفوسفرس بقى لو قلت في الدم بتسميها الـ hypo-phosphatemia وده ممكن يكون هايبر كالسيميا زي ما قلنا الاتنين عكس بعد لو في هايبر كالسيميا الفوسفرس بقى أولايل نتيجة مثلا من هايبر باراس هيروديزم زاولتلك كالسيم وبالتالي الفوسفرس A-L ممكن يكون نتيجة الـ hypo-phosphatemia برضه قدى ان الفوسفرس حصل له excretion malnutrition ما باكلش كويس الكوهوليزم زيادة الكح يعني الشخص ده بياخد كحوليات كتير او الخمور severe burn او ضيابات كيتو أسيدوز ممكن hypo-phosphatemia الhypocytemia أو hypo-phaeologia الhypocytemia مدائة المقصود بيها ان السيرويد هرمون بيبقى أولايل أو الكلسيوتينين بيبقى ايه او الكلسيوتينين بيبقى أولايل الهايبوكاليميا ممكن برضو الانتاسيدز الانتاسيد برضو من الحاجات اللي هي ممكن فعلا تؤدي إلى انخفاض نسبة الفوسفرس في الدم اللي هو الهايبوفوسفاتيميا أو الفيتامين D deficiency نقص في الـ A فيتامين D بالنسبة بقى لارتفاع بقى نسبة الفوسفرس في الدم اللي هي اللي بنسميها الهايبرفوسفاتيميا وده ممكن يكون سبب كدني ديزيز أو ليفر ديزيز أو هايبوباراسيوردوزم أو ممكن يكون نتيجة انه بياخد فوسفرس في نسبته عليه ده كده بالنسبة ليه الفرقة بين الهايبوفوسفاتيميا والهايبرفوسفاتيميا يبقى نقص الفيتامين D أو الهايبوسيردوزم ممكن يؤدي الهايبوفوسفاتيميا لكن الفوسفات سبليمنت أو الهايبوباراسيوردوزم ممكن تؤدي لي الهايبوفوسفاتيميا طيب نتنقل بعد كده ليه الالكترولايت الأخير لهو الماغنيسيوم والماغنيسيوم دوت بيعتبر من الالكترولايتس والمينيرالز المهمة في الانيرجي بروداكشن برضو والمسل وليدورفة اللي هو بيحافظ على البون ويعني بيخلي البون مور سترونج وبيقولك ان الماغنيسيوم ده بيبقى دايما سترد في البونزو وي والتيشوز تماما في البون سيلز والبون ايه والبون تيشوز طيب اا تكم نوة المصدر بتاع الماغنيسيوم بيبقى عن طريق الدايت تمامو بيحصل له ابزوربشا عن طريق الانتستين هولك واحد في المية فقط من الماغنيسيوم هو اللي بيحصل له اه بيبقى موجود في الدم عشان كده بيبقى انه تعمل له نسبته بتبقى من واحد لواحد وتسعة من عشرة اه ملي جرام بردسي ليدر. اه انخفاض المغنيسيوم في الدم ممكن يكون سببه اه ممكن يكون برضه الكوهوليزم ممكن يكون اه الدايبيتك بتاع ده المرض السكر ان كنترول هايبو بارا سايروديزم او ممكن يكون اه بوست سيرجيلي او ممكن يكون بري اكلامسي اللي هو ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل او السيدات الحوامل ارتفاع اه نسبة المغنيسيوم في الدم ممكن يكون سببه ودي من الحاجات الخطيرة اللي هي اه اندستيتج رينال اه ديزيز او هايبو بارا سايروديزم او هايبو سايروديزم اه او ان المريض دوت بياخد انتاسيدز او لاكستيف بنسبة المغنيسيوم فيها عالية جدا ودي برضه بتأثر اوليها دور كبير في ارتفاع نسبة المغنيسيوم يعني الادوية برضه الانتاسين دي بيبقى فيها مغنيسيوم او بعض الادوية اللاكستيف الملينات برضه ببقى فيها مغنيسيوم لو نسبته عالية او المريض ده استخدمه فترات طويلة ممكن يرفع لي نسبة مغنيسيوم في الدم والديهايدريشن ايضا والدياباتيك اسيدوزز من الحاجات اللي ممكن ترفع برضه نسبة المغنيسيوم في الدم طيب كده احنا خلصنا الجزء الاولاني في الفيديو النهاردة وهو الكترولايتز كلمنا عن السودوم وتكلمنا على البوتاسيوم كلمنا على المغنيسيوم كلمنا على الكولورايد وتكلمنا على الكالسيوم وتكلمنا عن الفوسفرس هنتنقل بعد كده الجزئية التانية وهي البلاد جلوكوز تست قياس نسبة السكر في الدم طيب احنا عارفين ان السكر بيتأس في الدم على طريق حاكتين اما عن طريق سحب عينات من الدم من الوريد عادي في المعمل او عن طريق جهاز اياس سكر الدم اللي هو زي ما واضح لحضراتكم في الصورة ده طيب قبل ما نتكلم على التفاصيل بتاعة التحاليل بتاعة الدم هنتكلم سريعا على البلاد جلوكوز هوميوستيسيز وزي ما اتفعنا بقى الهوميوستيسيز اللي هو البالانس لو حصل لو هنا طبعا نسبة الجلوكوز في الدم زي ما احنا عارفين المفوض النورمال بتبقى من سبعين او من تسعين لمية او لمية وعشرة ده كده النورمال ليفل بتاع الايه البلاد جلوكوز لو حصل امبالانس بقى طيب تعالا نشوف هنا لو حصل زيادة رايزنج في البلاد جلوكوز اللي بيحصل اعزا كومبنساتر ميكانيزمي للجسم البنكرياز بيفرز الانسولين الانسولين دوت بيعمل حاجتين بيعمل بياخد السكر ده يدخله فيه الليفر يحوله الى جلايكوجين او يودي الجلوكوز دوت الى التشو سيلزي عشان تقوم بعملية الفنكشن ايه الفنكشن بتاعه طيب وبالتالي كده هو راح الانسولين اللي لنسبة الايه الجلوكوز نزيلها الى النورمال ليفل طيب لو حصل العكس بقى ان فيه ديكلاينج في البلاد جلوكوز البنكرياز بيفرز الهرمون الجلوكاجون ان هو بيستيمولاتي الليفر ان هو يحول الجلايكوجين اللي متخزن عنده ده الى ايه الى جلوكوز وبالتالي الجلوكوز بيبدأ يرتفع تاني ويرجع للنورمال ليفل بتاعه دي ده الميكانزم الطبيعي اللي بيحصل في جسم الانسان سواء حصل زيادة للسكر او نقصان للسكر في الدم طيب لو حصل بقى مريض السكر بقى مريض السكر نفسه وحنا زي ما احنا عارفين المريض السكر حاجة من الاتنين لاما عنده نقص في الانسولين ده بنسمي البرمري لاما الانسولين بيبقى فيه resistant لالاكشن بتاعه ففي كله الحالتين بيحصل في ايه اه ان الحاجتين بيحصل ان التيشو او الخلايا ما بيجلهاش سكر من الدم لحاجة التانية ان الدم بيبقى مليان بالايه مليان بالجلوكوز طيب تعال نشوف كده جوه الخلايا ايه اللي بيحصل نتيجة الهايبجليسيميا اللي بيحصل جوه الخلايا دي الخلية بتاخد قرار ان هي تعود السكر اللي هو مش عندها ده او مش وصل لها دوت عن طريق عملية اسمها يعني بتقوم بتكوين السكر او افراز الطاقة بنفسها عن طريق النهاية بتعمل وبتحولها الى كيتونس وبتقلل وبتقلل الجاما جلوبيولين عشان كده من الكومبليكيشن اللي بتظهر على مريض السكر بما يسمى بالضايبات الكيتو اسيدوزيز ودايما حاجة اسمها البوليفيشن اللي هو بيبقى جعيان على طول ونتيجة ان الجاما جلوبيولين بيبقى قليل المريض ده بيبقى عورد ان يحصل له ايه انفكشن واي جرح بيبقى الهيلنج بتاعه صعب ده كده في الخلايا اما بقى في الدم نفسه بيبقى نسبة الجلوكوز ايه بتبقى عاليا بنسميها هايبرجليسيميا ودا بيقدى الحكتين بيقدى ان الدم اللي رايح للكلة بيبقى مليان جلوكوز فبيوصل لليل ثري شولد بيسموه الرينال ثري شولد اللي الماكسمن بتاعه فبيحصل ان اليورين بينزل فيه ايه بينزل فيه جلوكوز وبنسميها جلوكوز يوريا ونتيجة كده ان بيحصل نسبة الماية بتفقد من الجسم كتير عشان كده المريض ده بيحس دايما بالبوليوريا اللي هو على طول عايز يدخل الحمام او بولي ديفسي عطشان على طول وطبعا نتيجة دايوريسيز ده البوتاسيوم والسوديوم بيقله بيحصل هايبوكاليميا وهايبونوتريما دي تعتبر كومبيليكيشن للان كنترول دايبيتس ده من ناحية الكلام من ناحية اخرى ان الاسمولارتي بتاعت بقى البلوت بيحصل فيها ايه انبالنس تيجي تنسبة الجولوكوز بتبقى عالية جوه الدم والخلايا الجولوكوز قليلا فبيحصل ايه فبيحصل ان المكان اللي فيه كونسنتريشن عالي من السولد الماية بتبقى عايزية وبالتالي الماية هتتنقل من الخلايا اللي هي مفيهاش سكر الى الدم اللي هو مليان سكر عشان يحصل بلانس الاسمولارتي فبالتالي الخلايا نفسها بيحصل لها ايه دي؟ هيدريشن ويحصل لها شرينكيشن وممكن بعد كده مريد داوات يحصل له هايبرجليسيم الكوميك ده كده كومبيليكيشن ممكن تحصل نتيجة مريد الايه او الان كنترول دايبيتس طيب تعالوا بقى نرجع ليه الجزء بقى بتاعنا اللي حم نتكلم عنه وهو التست الخاصة بيه البلات جلوكوز عندنا ثلاثة تست مهمين اللي هم الفاستنج بلات جلوكوز البوست برانديا للجلوكوز تست والهيموجلوبين A1C الفاستنج بلات جلوكوز وده لازم المريد بيكون صايم من 8 ل 12 ساعة النورمال ليفل بتاعه او النورمال رينج بتاعته بدقى من 70 ل 99 ميلي جرام بر دي سي ليدر او لو هنقيسه بالملي مول بيبقى من تلاتة وتسعة من عشرة الخمسة بوينت فور. اه الرينج لو عالي من مية لمية خمسة وعشرين ده المريد ده بنقول عليه بري دايبيتك وبيبقى عرضة هنا اللي هو يخش فيه آآ دايبيتس وبالتالي المريد ده محتاجي هتعمل له في الاكل وفيه آآ رياضة لكن لو زادت عن مية ستة وعشرين او مية ستة وعشرين فيما فوق آآ المريد ده كده بنقول عليه دايبيتك. آآ بنقول عليه دايبيتك. برضو بنبص اللي التانيين اللي هما بيتعامل آآ فيها ان المريض دوت آآ بياخد آآ بتاع ده آآ نسبة جلوكوزم العينة خمسة وسبعين آآ جرام تقريبا. آآ بعد ساعتين بنقيس الايه بنقيس السكر بتاعه تاني. مفروض النورمال بتبقى مية واربعين ملي جرام. حد مية واربعين ملي جرام برديسي ليتر او بالملي مول سبع بوينت ايت. آآ لكن لو كانت من مية واربعين لمتاني يبقى المريض ده برضو في البوردر لاين او امبيرد جلوكوز تولرانس. محتاج برضو لايف ستايل موديفكيشن. لكن لو آآ آآ وصلت لمتان او اكتر ده المريض ده كده ازا بيأكدني ان هو دايبيتك. الحاجة بقى اللي بتعمل آآ كونفورميشن ليه ان المريض دوت دايبيتك او مش دايبيتك هي الهيمو جلوبين اي وان سي. آآ والهيمو جلوبين اي وان سي دوت آآ ده بيعمل لي ايدنتفيكيشن للافرج بلازما جلوكوز كونسنتريشن خلال وغالي ما بيقوا تلات شهور. آآ فكرته ايه? فكرته ان الدم نفسه او الهيمو جلوبين ده موجود في الدم. المفوض هو هو بيحمل آآ زرات من الجلوكوز بنسبة معينة. لما نسبة الجلوكوز في الدم بتبقى عالية. الهيمو جلوبين دوت نسبة الجلوكوز اللي بتبقى مرتبطة بيه بتبقى آآ كبيرة. ودي بتحصل على مدى شهور. ده بيأكد لي ان المريض دوت عنده سكر بقى له فترة. طيب النورمال رينج بتاعه بنقدم الطبيعة المفوض يبقى يقل من خمسة بوينت سيفن برسنت. لو كانت آآ من ستة لستة واربعة من عشرة يبقى المريض ده بريد دايبيتك برضو يحتاج آآ لايفستيل موديفكيشن وي آآ اكسرسايز. اما لو عالية عن ستة ونصف بقى المريض ده كده دايبيتك هيبدأ يخش فيه آآ تريتمينت أوف ايه التريتمينت أوف دايبيتس. طيب. الامريكان آآ دايبيتك اسوسياشن من عملت ريكمنديشن للمريض السكر. مريض السكر المفروض لما ديجي تعمله تحليل آآ سكر آآ في الدم. المفروض يكون اللي اوفيشيالي ريكمنديشن لو كانت الفاستنج بلاج جلوكوستيس يكون من ثمانين لمية وتلاتين. يبقى ده لو كان مريض السكر اصلا آآ وبعمل له تحليل. يكون نسبة التحليل بتاعته من ثمانين لمية وتلاتين. ما كده هو الشخص ده كمنه مريض السكر وماشي على ادوية. يبقى كده ايه البانس بتاعه حلو. لكن لو مريض نورمال المفروض من سبعين لتاسعة وتسعين زي ما قلنا من شوية. طيب ايه افتر ميلز او تاست يكون لمريض السكر يكون لحد مية وتمانين. آآ اما لو كان نورمال طبيعي اقل من مية واربعين زي ما قلنا في السنوات اللي فاتنة. لكن الايه الايه وانسي بقى آآ يكون لحد ايه يكون لحد سبعه يكون اقل من سبعة في المية. ده لو كان مريض دايبيتيك وبيع من ريجولر تشيك اب على السكر بتاعه يكون لحد ايه لحد سبعة في المية. لكن لو كان مريض شخص طبيعي ومعندوش اي دايبيتس يبقى المفروض تكون اقل من خمسة ويه خمسة بوينت سيفن او بوينت سيفن برسين ده كده بالنسبه للايه لال明intelligible تست